القضية ضرورية خصنا نتفهم عليها حيث ما زال الوقت طويلة إن شاء الله وهذه هي اللي اتحدد بزاف ديال الحوايج مججاين منها اللي قدام إن شاء الله هي أن هذه الصور المزيفة اللي كان نشره كل نهار في السوشيال ميديا باش نبينو دكشي زوين ونبينو المعلومات زوينة ونصنعو محتوى وهذا أرى ما كنت أقول ما كتعك الشخصية ديالنا أنا كنت أدرع لها رأسي للإخوان باش نحيي الدك الصورة النماطية اللي كتبان حيث عمو كي حسب لي بللي أمي اللعوني وشخص معقول بزاف وكيجد قراء كتوبة بزاف ومتقفوا واعي وفي الحقيقة يالله بدي حياته يالله هكي تقاتل يالله هباغ مازال بانثال صغير مازال ما كبرش لديك الدرجة اللي الناس كيشوفو فيها السوشيال ميديا كتصنع للناس صور مزيفة من خلال الميساجات اللي كتنقلوه من خ الأخيال ما لا فهمتوا الفكرتها اقوم بقى العابم نحن عندما تتجربوا بحضو الحقيقة غير مزيفة طولا إلى أنهم يفهمون الميساج لكن في الحقيقة يتفهم الميساج كتنع ضمددك الشخص الذي يقام ونفق رأي في ذلك أجد أن نرد الجميع tanto الله يحفظه أنا خاصيا أن أصيبLife فيها للقضية وأن أرتبطوا بالأفكار ألا أرتبطوا بالناس التي تقولها لأن الشخص الذي قالت للفكره سأبدأ إمسان غير تبطل كل جميعه يقدر أحد اليوم نرى نتصرف منه عكس ذاك شي اللي كنت يقول ومشات لي الفكرة اضعت فيها لأني اربطت الفكرة بالمرجع دياله اللي هو كيتبتل كلناها امو من كتشد الفكرة الاساس وتخليها عندك من الاصل ديالها الهوية ديالها كتشد الفكرة من الهوية ديالها ماشي من الشخص اللي قالها تمرك كتكون غادرق صحيحة من اي حاجة سوى قريتها في كتاب سوى سنعتها من شي شخص سوى شفتها في بلاصة دائما خلي الفكرة الامية اللي عندك خلي ذاك شي زوين عمرك سرطوب بشخص كيتبتل ديمة صباح الخير كي صبحتو مشيت صباح زعما بكري باش ناخد نمرانة اللي هو نتلقح الساعة لقيت واحد ثمانمائة واحد اللهم مبارك انا مشي نخدم جنجي ناخد نمرانة نجي تلع شي اي اولا داتشي سدو عصلا تلع تمانية بزعفة بانتسننا ذاك شي كام اخوان الله يحسن اللعوان اي اعطروا انت اذا مشيتو القيتو بزعف ديالناس انا تقريبا مشيتو عنوص مازال مبدوش كيف نقولوا راك حي تكي من الزفد الناس اذا مشيتو القيتو داك شي عمر تعاونوا تعاونوا ما كين بس لان او كين واحد ضغط كبير على طاقم الطيب بكامل اه بشوية وصح اخوان واقعي لا راه شي ساد وشي حل ارى واحد في هذا الحي هذا لقيتو ساد وفي الحي ديالنا حل ربما ودك تعالش وقع ضغط ما فهمش واشتنشوا ما في المدن ديالكم كينش مراكز حالين وشي سادي هذا شي لا شك يسبب ضغط واقعي لا الله ما فهمتو بعد دخلت الحساب الرسمي في تويتر ديال وزارة الصحة لقيت اخر بوست معندوها علاقة بزع مبتش اللي واقع اليوم وصراحة كنظرن الشي حاجة زوينة بزاف وغات تحلل مشكل كبير هذه العيبة بسيطة ولكن غات تحلل مشكل كبير وانو وزارة الصحة الموضفين اللي كانوا في قسم التواصل يبدو يحطو ديال صغاري يكشبوهم من راسهم منو علمو مواطنين انو متلا غطا راه المركز الفلاني واقع فيه مشكل ولا هذا ما غديش يكون حلوها اخرين غيكونوا حالين جيهات سالة الرباط قونا يطيرارا شي حالسي شي ساد ويسميه باش هكي يكون تواصل زوينة الصراحة غيكون ممتاز فيزافي لك انو قاعدوا وزارة كاملين في الحسابة ديالهم خصوصا تويتر لانو هورصمي شوية يكون في هادشي التواصل تواصل ديما كنشوف سوينة كا يضرب الزاف على القادية ديال ما كنش تواصل ورا عندو الحق صراحة خص شوية التواصل خصوصا اي في تويتر ايه تويتر اخوان صافي قدر الله الغارض احنا جدينا ادافا غادي ندخلون اينا ايه تنجو بالجيين اضربوا ديال شينو اولاد امريكا اولاد امريكا ديال امريكا ومشا حفزا اولاد امريكا ومشا قريب اخوان عمشيش نوقع مجيش باش ندق قالوا لي يارا جلة بمزيرة صين بدلها مجيش لقيت هذي في الطموبيل جيل تسعين يالله اعطاها لي حمد البرح قال لي ياتت لبسها انتريني بيا دخلت شدقيت بيا اخوان الخاص علي ايه طبيبا قتلي ايه لاش مجيش بذل حويجك هي ما كانش في الول اولا اللي قتلي يصير بذل حويجك ما كانش اتقولي ايه واش تخلعتي واش خبتي لا حول اوه خلينا هزواج وكان نخاف وحنا من البراع بسم الله بسم الله اتقوت اخوان اخوان ارح صافي هده وكان اش هده وكان هناله كاملة من الف ونو صح اخوان الحق يتقال باش ما مقواش نقولوا ايه الحاجة السيليفية حاجة ايجابية جيدة اللول كان مرور الثاني اللي مشيت ليه كان حدانة هو من التحت منظم زيان خمسات دقائق كل شي قادل اوما انا خمسات دقائق لقحت سيليت كل شي ادور فرق باللي خدموا بحال اليوم طريقة واحد ذكرى اللي كبيرة بالنسبة المغاربة والناس ما عارفينهاش ما عاطينهاش كيمة خاص دابة يكونوا دريس صغر والناس الكبار والاعلام وكل شي يكون كي يهلل بها اللي هي معركة ود المخازي اللي طرأت فبحال اليوم الف وخمسمية وثمانية وسبعين في القرن السطاش ودابة في هاد اللحظة دابة رحنا بحال الادابة كانت تطاري على المعركة دير ود المخازين المغري بربح اسبانيا البرتوغال والمانيا وبثاف دي الدول الاوروبية ونفهمت علاش هاد ذكرى هادي دابة نصيق لي هاتهاش واحد الخبار قليل الناس اللي يعارفينها علاش ما عارفش علاش ما عاطينهاش واحد الخيمة كبيرة وما كان هللوش بها كل عام حيث هاد الذكرى هادي قد نقول لكم من اكبر الاحداث اللي يطراوا في التاريخ دير المغريب واللي خاص المغرب يعتزوا بهم فكل عام ما ينسوهاش ما خاصش تنسى ما خاصش هاش دو صغير كذكرى عادية شافية الحال وكتشعني واحد الفقصة حيث منين كنشوف شي دول عندهم شي حويش بصاد في التاريخ ديرهم صغيرة وراين ما يتسهلوا شي تذكروا كيدروا عليهم افلام وكيرونوها وتيكبروها وتيعظموها اعلاميا وحنا يراكيني شي حويش ما تحتاجش عظموهم اعلام هو مناسبة لها الدكرى انا فرحان بزاف حيث الفيديو ديالها اللي درناه وده شهرين دابا قرر بيوصل لشوش دياله مليون وثمينمائة الف يعني مليون وثمينمائة الف مغريبين عارف بعدشنا ايام عركة المخازين بالتفاصيل ديالها حيث الفيديو في عشرين دقيقة انا فرحان بزافه ان شاء الله يزيد العز اللي فينا عمره غديد فا والارض اللي احنا فوقها عمرنا تنسمحه في طرف منا احنا دار الخير وصورينا عالية ما عمرها تزعزعت لا بكلام ولا بقرطس اللي عدو قدنا حار وبردنا يطفي جمر الدارك الاسفل في الصدور الشعلة بالحقاد انا كانش بتلقاع الخاتر اللي فينا لقاع المجدر التقيل اللي الاغلبية ما عارفوش قدم ما عارفتيش حال انت بوازن قدم ما عارفتي الورد اللي عندك وانت وشنو كتسوا قدم ما غتتهز لهم ديالك وغيكون عليك حملت قيل ديما ممرضك باش تهزو وتكمل دكش اللي بنواني ديك احنا حضاره حرام تمو احنا حضاره خاصة تكمل وخليها فودنك ديما ما تخليش بنادمي حقرك وعطيح لأودنيه الاطق غير بالفكر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة